انت فاكر ان امن الدولة هتكلفك بمهمة زي دي بلطجة على خلق الله يا ابني دي بيت جاسوسة نصها مصر ونصها تونسي وبتشتغل مع اليهود واخد الصحافة ستارة عشان تعرف تتحرك بسهولة وتصور وتنقل معلوماتنا الاسرائيل يعني انت كنت بتقدي واجب وطدي زيك زي اي بطل وقف عجابها بيحارب وربنا شعطك راجل مية مية وعطرة وجعد عنا واخر احترام وانا قدها وربنا كنت قدها باشا والطلق اصابت والبت فتست وكانت بتروح لولا ساعات تكلم انا واعدين بقى يهدى كده واسمع كلام محزن بيه للاخر يهدى بس كان وجد برضه حزن بيه تفطمني على الحوار الجامل ده من الاول على الاقل الواحد يعني كان يقدر يعمل ما ينفعش يا كيانتي هو ده سري يتقال برضه الشغل اللي زي ده ما ينفعش اي حد يعرفه ولا حتى اللي بينفز دي مصلحة بلد بحالها يا ابني دي ماصر يا كيانتي والسر ده هو اللي خلاني اجيلك لحد هنا بنفسي عشان توصف لي كل دقيقة عدت عليك مع الرجل الطيب اللي انت حجزته في الخن بتاعك انت ورجالتك ولو اتأكدت ان سرنا في الامان انا بنفسي اللي حتشفعلك عند حزن بيه وخليه يديلك فرصة تانية تصلح بيها الغلطة الخطيرة والخيبة اللي عملتها انا مش هستنى يا اقرب انا حتصل بيه دلوقتي واقول له كل اللي عندي غلط غلط يا ملك الاستعجال في الحاجات اللي زي دي خطر يا ماما خطر 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 انتو ما عندوكوش كلمة تانية تبرروا بيها الخيبة اللي انتو فيها دي البلد عمل بتتحرق وبتسبعها للسفلة والسفحين وعصابات الصهينة وانتو عملين بتحسبوها بالورقة والقلم ما ترد يا سليمان موسيقى 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 مفيش فايدة يبقى تصبوري شوية بقى الغد ما تلم الموضوع في ايديكي وتقفي على ارض من حديد ما تنسيش يا ملك انك لغاد دلوقتي ملك الحقي يا ملك ايه دعاء وصلتي حاجة؟ قدريانو كابيرلون قالك بعربيته هو مسافر من خمس تيام على الهايوي وبعد كده حجزوث مستشفى في باريس ما خبر سويت؟ قلتلك يا ملك ان الموضوع ده تقيل قوي وانت بصدقتنيش مش قبل ما تأكد ان سليمان العليني ما عرفش اي حاجة عن الكلب ده يا باشا وربنا ما حصل الراجل ما طلعش مننا باي حاجة غير الشكل والاسامي وصلاح بالذات ما نطعش قدامه باي كلمة طب تفتكر كده لو ده انا وحبي الدالة هيروح فينك اللي انتي سعدتك في معالي الباشا ازايك يا حازم ليه؟ ازايك يا باشا ازاي سعدتك صادر يا باشا اتفضل لا 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 معلش مش عايز اعطالك انا انا كنت عارف ان انت في مأمورية باني سويف بس لما سمعت صوتك قلت ادخل امسي عليك لا باشا سعدتك مأمورية باني سويف مسيك ههاب السبك من اسبوع سعدتك تمام تمام طيب انا صهران في مكتبي لو عايز اي حاجة ربنا ما يحرمنيش منك يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اسمع يا ابن لاخر مرة بقولك روحك متعلقة في رائبة البورس اللي برب منك في طريق الساحل ده الصلاح لازم يكون موجود دلوقت قبل بكرة الصبح غير كده انا مقدرش اساعدك وذيك سمعت الكلام اللي محسن بيقاله وعرفت الحكاية دي واصلة لحد فين طب ساعدك ممكن تديني الامان 24 ساعة بس وانا اللي هجبه لك بنفسي تجيبه فين يا متحد انت تجننت ومسياتك عايز انا عايز اعرف الحدوتة كلها من غير محازن فودة يحس ان في حد بيمكش وراه عايزكش في الورقة ديت وبأسرع ما يمكن يا متحد فاهم يعني ايه؟ بأسرع ما يمكن لا 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 انا كده قلقت جدا انا مش هقدر استحمل التوطر ده كله ما اتجمد قلبك يا اكرم ما ينفعش كده مايسا؟ لو سمحت ترجميني الورقتين دول اقل من نص ساعة مقدر يا عمل مستعد ممكن يا بقى تفهمين يا بتعملي ايه بلورقتين دول؟ هعمل المكالمة دي وحقولك بحدي مكالمة ايه بس؟ ما بتيبقى لك ساعة تتصل بيه مجرودش عليك يا ملك مش ما اكلم سليمان يا اخي بكلم جواهر تقول لي جواهر ليه اللخبطة دي بس يا ملك نخلص من خط محسن الصواف الاول وعنين بشوف جواهر؟ خلاص يا اكرم خيوت كلها تشبكت في بعض بقدرة قادر ولازم تفك في وقت واحد ايوى يا جوجو ازايك يا حبيبتي انت فين من الصبح؟ انا انا في البيت في البيت يا استاذ طب كويس قوي ايو عيت تتحركي من عندك لحد ما عمل مشوار صغير وجيل؟ حاضر حاضر هو حضرتك ليتي حل يعني يا استاذة ولا ايه اللي حصل؟ انا قلتلك هاجبلك حقك يعني هاجبكولك بس انت يدخليك مكانك لحد ما وصل الدكتور سليمان واجيلك لحد عندك ايو حازن بيه شغالين ساعتك في مكالمة دايرة من اربع دايق كده وكنا لها سامعة الراشق مرن ايو حازن بيه خير ايه اللي حصل لا انا عند امين باشا لسا مرجعت سلمك في حاجة حصلت ايه انت متأكد من الكلام دا حازن بيه؟ طب اقف 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 انو هطلبك بعدين في ايه يا محصن؟ حازن فودة يا رايس بيقول ان مصادره في قناة مصر الحرة بلغته ان البنت شغالة على السيدي في مكتبها دلوقتي ايه؟ طب ومستني ايه؟ نفزه بسرعة هيا دي حاجة محتاج استئزان؟ يا فنم لاهي بايدي ولا بايدي حازن فودة ساعتك عارف انه مهما كان زبط صغير واردر زي دا يعني لازم يجيله من خلاص خلاص فهمت امير تحت عامر معليك هتلي مكتب حسن قدري بسرعة على التليفون حاضر يا فنم قلتلك من الاول عائلة زي دي ما تموتش وتعمل منها بطل يا محسن دي تتحط في قفص وتسيبها وتصرخ وتفرفر لحد ما تقول حق ايه برقبتي تبشي قدامي من سوكات انت فرد مش محترم يا زرور ايه ولا ليه؟ لا ما هو مش كل انتهى زيفة اتعدي وتلغيك تيجي وراك على طول ما تقول ليش بقى قلبي مال ولا قلبي تنير انت لسها هتقاوح بقولك ايه؟ انت محبوز في العين بتاعتك ومع المدام اللي مقسومالك وهو دا نصيبك كين بقى وتهد اخترق اخترق ايه كيوم؟ مازلش هيها تتصل تبدي الوقت على تليفون العادة وبتقول لك كلمها ضروري اه اه طيب اسم هه يا ملك كل ديميس قول مصر الله